إن أسماء الله الحسنى قالوا عنها ساداتنا إحصاؤها مرة للتعلق ومرة للتخلق ومنها ما هو للتملق واسم الله الجبار يا إخوانا مش كله ضرب كده لا الجبار من جبر الخواطر مش جبار يعني شديد وقاسي لا فياسم الله الجبار نعين إن كان من جلال الله على من أعرض وطغى فهو يقهر وإن كان على من أحب وأقبل فهو يشبر فهو إيه فيبقى من أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى ما هو للتعلق ما هو للإيه زي الأسماء الجلال ومن أسماء الله ما هو للتحقق والتخلق زي اسم إيه الرحيم اسم إيه الرحيم اسم الكريم إسم إيه الكريم وسيدنا النبي كريم وسيدنا النبي رحيم وسيدنا النبي رؤوف وسيدنا النبي مش كده عطوف كل الصفات دي جابها منين تخلق بوصف سيده ولذلك قلت لابد للعبد أن يعيش في حلة من نظام سيده لابد للعبد أن يعيش في حلية سيده من غير أن يتواهم أنه سيده لابد للعبد أن يعيش في حلة من طراز سيده من غير أن يتواهم أبدا إنك أنت سيدك من غير أن يتواهم أنه سيده فأنت يا ولدي تعيش في جلبي بستر الله فلا تتكبر أنت تروح وتغض في حلل من أستار ربنا عليك بحناناته فلا تغتر ولابد هذا أن يسوقنا إلى سجدة شكر اعملوا آل داود شكرا فيبقى أسماء الجمال للايه هذه أيام للطلاع علينا هل تأهلتم لذلك يا عباد الله؟ هل تأهلتم لعرض العمل على الله؟ هل تأهلنا لعرض الوصفة على الله؟ لكن كيف أنت ما سمحتش حد ما عفتش عن حد ما نصفتش حد ما لئنا لكش في الصفحة أو أي موقف كده يدل على أنك تحب حتى نعاملك بحب هل أحصنت إلى جارك؟ هل أكرمت حد؟ هل أسعفت واحد في شدة؟ هل أكرمت واحد محتاج؟ هل كسيت عريان؟ هل غطيت بردان؟ في حاجة كده حلوة نقدر نبص عليها فتهدم ما فعلت إلا أننا يعني أحسن الظن وأسأنا العمل هذا يا عباد الله لا يكون حسن الظن في الله حسن الظن بنفحات الله أن نتجهز ونستعد فنستمد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر